خليني أنا أنطلق من نقطة أنا أعتقد أنها مهمة التفكير الجمعي والعقل الجمعي في مجتمعاتنا السواء الخليجية والعربية أو الإسلامية محكوم بسلطة الدينية ومحكوم أيضاً بالإعلام الرسمي الحكومي للأنظمة العربية وبالتالي أنا أعتقد أن اختراق هذا الفكر هو الآن أصبح بشكل أيسر من السابق ليش؟ بسبب وجود الإنترنت وفضاء التواصل الاجتماعي خليني أتكلم بكل صراحة أن كثير من الشعوب العربية الآن تحمل أفكارنا ولكن بالخفاء تخشى وتخاف من أن تجاهر بأفكارها الحقيقية العقلانية تضاربها مع الدين تضاربها مع العادات والتقاليد هذا أصبح أمر مسلم ولكن الإعلان أو المجاهرة بهذه الأفكار هي المستوى أو الليفل الذين يخشون أن يتجاوزوا كيف نتجاوز هذا الليفل؟ أنا أعتقد يجب علينا تقديم تضحيات التيارات المدنية العلمانية الليبرالية الديمقراطية حتى الآن عاجزة تماماً عن تجاوز هذا الخط حتى الآن تخشى من ملاحقات السلطة تخشى من قمع السلطة الدينية وتخشى أيضاً من التفكير الجمعي للمجتمع المجتمع ما زال يعلن بأن الدين هو أساس الحكم ما زال يعلن بأن العادات والتقاليد هي الأساس في أي تحركاتنا كيف نستطيع أن نتجاوز هذا الفكر؟ أنا أعتقد هو قيام النخبة المثقفة بدورها الحقيقي النخبة المثقفة للأسف حتى الآن وأنا ذكرت كثير في مقالاتي وأيضاً في مواقع التواصل الاجتماعي النخبة المثقفة سواء في منطقتنا أو في المنطقة العربية حتى الآن لم تتجاوز هذه الخطوط الحمراء هي عاجزة عن التواصل مع بقية الشعب يمكن لأسباب إنها مستفيدة من السلطة كثير من المثقفين يعني يجب أن نعترف كثير من المثقفين الآن تبع السلطة يقتعتون من السلطة يعني كثير من تصرف لهم السلطة أموال كثيرة وكثير من المثقفين أيضاً يحاولون يتجاوزون الخطوط الحمراء للدين والتقاليد والعادات خوفاً من أنهم يفقدون مكاسبهم الاجتماعية وجودهم الوجاهة الاجتماعية وجودهم في المجتمع علاقاتهم سواء في العمل أو في الأسرة أو في المحيط الاجتماعي يخشون هذا الشيء ولكن دائماً يعني أنا أعتقد هناك نخب حقيقية يعني تؤمن وتدفع يعني الضريبة تدفع الضريبة ضريبة الدفاع عن الحقوق وعن الحريات وعن العلمانية يعني هي ضريبة يعني يا تكون بالسجن يا تكون بالنفي والتهجير وطلب اللجوء يا تكون بالقتل للأسف يعني الغالبية تخاف من يعني من نهاية هذا التنوير العربي خصوصاً وأن يعني مسارات هذا يعني هذه النهاية واضحة الأنظمة العربية لا زالت قوية التيارات الدينية والسلطة الدينية لا زالت قوية ولكن أنا أعتقد هناك بعض الأشخاص لا يزالون يحملون هذا الهاجس أنه فعلاً يؤمن بأن الشعوب يوماً ما ستقود وستملك يعني خيارها الحقيقي في صنع التغيير كما فعلت شعوب أوروبا شعوب أوروبا لم تقم يعني الثورات الثورة الفرنسية لم تقم فقط على الشعوب النخب المثقفة قامت بدورها الحقيقي في قيادة الشعوب في الخروج إلى الشوارع في قيادة العمل الثوري والحراكي والمدني حتى توصلوا إلى الدولة المدنية خصوصاً في الثورة الفرنسية الثورة الفرنسية هي ملهمة لكل الثورات هي من قادة لم طيب ألا تعتقد معي أن حتى النخب المثقفة لدينا يعني هي بقايا السبعينات والستينات والقوميين والاشتراكيين يعني حتى أنا أشوف هناك نقص أيضاً في النخب المثقفة يعني طريقة تفكيرهم لا يوازي طريقة التفكير الحالية من العلمانية والأمور التي تطلبها المسير حسب الزمن الحالي وهم أحياناً ألقاهم يعني ملكين أكثر من ملك لما تصير المسألة تخصص الدين ولا شغائك نعم صحيح جداً يمكن أنا أتفق معاك يعني كثير من النخب المثقفة في مجتمعاتنا ما زالت متعلقة بتراث الأيدولوجية القديمة في الستينات والسبعينيات خصوصاً ما ذكرت يعني القوميين العرب والماركسيين والشيوعيين وغيرهم هذه الأفكار أنا أعتقد انتهت يعني من التاريخ ويعني عداها الزمن أصبحت الآن الحداثة الغربية أو الأفكار الحداثة المتعلقة بالليبرالية بالعلمانية بالانفتاح الرأسمالي أصبحت هي المسيطرة والمهيمنة على مجتمعاتنا ولكن هؤلاء يعني اللي ذكرتيهم أنتم فعلاً هم متواجدون ليس بصورة محركة للشعوب ولكن بصورة تقليدية يعني سمجة بأننا نحن ما زلنا موجودين بأننا ما زال تراث عبد الناصر وما زال تراث الملكيين وغيرهم موجود هذا أكبر يعني عائق من أجل أن نتجاوز نحن كشعوب وكمفكرين وكمثقفين وككتاب أن نتجاوز الأزمة فعلاً الأزمة الفكرية في مجتمعاتنا العربية كيف نخلق هذه النخب الجديدة أنا أعتقد الآن في هذا العصر روبي أنا ما أعتقد أنه باستطاعتنا أن نخلق نخب مثقفة لأن من يقود الشارع الآن هم المراهقين هم الشباب قد لا يملكون أي خلفية ثقافية أي خلفية فكرية ولكن من يقودهم الآن هو هذه الشعارات الحرية العدالة المساواة العلمانية فصل الدين عن الدولة لأنهم فعلاً وجدوا بأن الحال المجتمعي لمجتمعاتنا حالياً تعيس وبأس بسبب ماذا؟ هم يعلمون تماماً يعني ثقي تماماً خليني أقول يمكن سبعين بالمئة من الشباب العربي يعلم تماماً بأن الأزمة في ثقافتنا الموروثة بأن الأزمة في دمج الدين بالدولة هذه أزمة معروفة لا لا يعني أنا ما أقدر أنفي أن الشباب الآن مطلع يطلع على قراءات يشوف مواقع التواصل يشوف يطلع على الجوجل وغيرها من المواقع البحث الإلكتروني يجد فعلاً الآن المعلومة موجودة غير مغيبة لا يمكن أن تغيب المعلومة الآن هم يعلمون تماماً ولكن هم بانتظار يعني أنا ما بيأقول انتظار قودو الذي لم يأتي ولكن هم بانتظار المخلص الذي يستطيع فعلاً أن ينقذهم نحن نحاول ولكن يعني مثل ما يقال أن الأنظمة مستبدة قمعية يعني يمكن أنا في الكويت هني تم سجني ولكن أنا أعتقد لو الكلام اللي قلت أنا في دولة إسلامية باكستان بنجلاديش إيران يمكن تم قتلي اغتيالي مشعل خان تم اغتياله فرج فودة تم اغتياله كثير من الشخصيات المتنورة في مجتمعاتنا في المجتمعات المنغلقة دينياً تم اغتيالهم هم يخشون من هذا الشيء فكل ما نستطيع أن نفعله الآن هو رفع راية التنوير راية العقل العقلانية الخروج من دائرة الوصاية الدينية والخروج من دائرة الاستبداد الديني والسياسي اشتركوا في القناة